الذهاب باتجاه استثمار شركات عالمية تعمل داخل العراق يعتبره صناعيون حلا للنهوض بواقع الصناعات المترهلة التي طالما تسببت بضعفها جهات متنفذة عن طريق الاستثمار مشاركة شركات عالمية في تنشيط القطاع الصناعي وبالتالي الحصول أولا على منتوج كفاءة عالية اثنين تطوير قدرات ومهارات العاملين في مجال القطاع الصناعي هناك عدة أشخاص وجهات متنفذة تأثر على القطاع الصناعي بشكل عام في سبيل يبقى الاستيراد من الخارج نحن نلاحظ أي قطعة نحتاجها في حياتنا اليومية هي مستوردة وبالتالي هناك من يدير تجارة الاستيراد للعراق ومستفيد منها اقتصاديون أكدوا إذا ما تم استثمار المنتج العراقي سيما النفط الخام وعادة اتكراره سيوفر أموالا طائلة للعراق بظل ما يمر به من أزمة مالية لو أراد العراق أن يدخل في عالم الصناعة يفترض أن يبدأ بالمشاركة بالمشاركة الدولية مع شركات تستطيع أن تمول العراق بالتكنولوجيا الحديثة وبالكفاءات العلمية التي تستطيع منافسة التصنيع المحلي مع الأسواق العالمية الصناعة النفطية الحقيقة التكرير النفط المصافي يفترض الاهتمام بصناعة البيتروكيميائيات هذه عبارة عن عملية زيادة لإرادات العراق بشكل كبير ويبقى الجنوب الاقتصادي والاستثماري رهين التوافقة السياسية التي طالما كانت تتعامل مع هذين الجانبين على إنهما مقاولة لجني الأموال من بغداد منير جبوري قناة المدى